اشهد معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى بالأمر الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعا بتثبيت جنسية خمسمائة وواحد وخمسين محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الرهابية مؤكدا أن هذا التوجه ليس بغريب على جلالة الملك المفدى فهو الحامل أول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في اتجاه ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن توجهات جلالته السامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بشأن العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية هي ترجمة واقعية على أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح والشامل والذي يضع الأمن الوطني والحفاظ عليه فوق كافة الاعتبارات دون تهون على اعتبار ذلك جوهر الحق الإنساني في الحياة الآمنة المستقرة وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الجنسية البحرينية هي تشريف لحاملها وعلى من يحملها أن يكون جديرا بها من خلال انتهاج الممارسات التي تراعي السلم والأمن الوطني وحفظ وحدة المجتمع واستقرار الوطن ترجمة نانسي قنقر يشاركي ترجمة نانسي قنقر